السلام عليكم ازايكم عاملين اي رب تكونوا كلكم بخير النهاردة مش هنعمل وصفة لكن هنعمل حاجة مهمة جدا ناس كتير قوي بتيجي عند رمضان مش بتلاقي لمون يا اما بتلاقي غالي قوي زي كده بالضبط السنة اللي فاتت وكمان في شام النسيم فلازم يكون عندنا مخزون كفاية من اللمون فانا جربت كذا طريقة لتخزين اللمون لقيت ان دي انجح طريقة لتخزين اللمون بنعمل ايه بنجيب اول لمون زي محا شايفين بنخسله كويس قوي ومنصفي احنا عادينا نخلي اللمون زي اللي احنا شايفينها كده بنخليها ازاي هاقول لكم دلوقتي احنا بنجيب اللمون بنخسله كويس جدا ونصفيه تماما من اي مية وبنجيب وراء الفايل ده وبنقطعه بالشكل ده كده مربعات مستطيلات اي حاجة تمام والطريقة دي هايلة مع اللمون اصفر او اغضر مفيش اي مشكلة بس حاول يعني واحدة بالنقل اغضر عشان يعيش معنا اكدر تمام بس الطريقة دي بتخلي برضو اللمون الاصفر يعيش هنعمل اي بقى بنجيب كل اللمونة كده زي محا شايفين اهولا ولمونة كبيرة شوية بنعمل عليها الورقة الفايل كبيرة اهو زي محا شايفين ببنخليش اي هوا يدخل لها بنغطيها تماما بالفايل اه مش بنخلي ابدا يبقى فيه ولا حتة بصو في حتة مثلا بين اهو بنغطيها كلها تمام عشان اي مفيش اي هوا ولا رطوبة تدخل لها اه ففي الاخر طبول هو ده اللي بيبوز اللمون انما بالطريقة دي مفيش ولا هوا ولا ارتوبة ولا اي حاجة هتدخل لها من الفريزر او من التلاجة اه فهتفضل زي ما هي كده تمام اه زي ما قلتكوا كده احنا لازم يكون عندنا متخز اللمون لان سعره بيغلى جدا في شام النسيم وكمان شام النسيم رمضان بعضية على طول فلازم يكون معانا لمون وكمان نظام الدايت اللي احنا متبعينه للتخصيص اه وكمان المشروبات اللي احنا بنشربها عشان نخس هنزلكوا لينك المشروب الصحي بتاعي تحت الفيديو ده عشان برضو تستفادوا منه معتمدة على اللمون يعني النظام الدايت هو المشروبات معتمدة على اللمون بشكل اساسي فما ينفعش ابدا ما يبقاش في عندنا في بيتنا لمون والطريقة دي بتعض من السنة للسنة يعني ممكن السنة الجاية لو عندك شوية لمون اتبقوا بتلاقيهم بنفس شكلهم كده بس بتطلع اللمونة الواحدة كده بتخرجيها من الفريزر تهدى شوية وخلاص يعني تاخد على الجو المحيط بيها وتبقى زي الفل وتبقى زي مهية تمام انا بقى هو بكمل الباقي بنفس الشكل كده تمام والصغيرة بقوم قطع الفايل زي ما احنا شايفين دي بجد انجح طريقة لقيتها يعني انا بخزن اللمون اه بس بخزنه ساعات بحطه زي ما هو كده ساعات بحطه في طريقة تانية كمان في البرطمان بس بصراحة بتاخد برطمانات كتير وبتاخد مساحة كبيرة قوي فدي افسط طريقة بصوا اهو انا عملت كل الكمية معايا بالشكل ده كده هقولكو بقى الوقت هنخزنها ازاي تمام ده حوالي معايا كده كيلو وشوية كيلو ونص تمام كده وانا هفضل اجيب لمون برضو عادي لحد ما اللمون عندي ينتهي خالص او يخلص من السوق هتطلع بقى اللمون اللي انا بخزنه ده بجيب كياس تمام وبحط فيها كميات اللمون اللي انا عايزها تمام اهم حاجة ما يبقوش متكربسين على بعض لانهما لو تكربسوا فوق بعض اه اللي احتكاك هيخلي الفايل اتشال اصلا تمام فممكن تكون كمية كده كويسة قوي بقوم اعمل ايه بقى عشان اشيل اي هوا يدخل مبين كمان اللمون باخبط كده 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 خبطة عشان اللمون يخرج برا اه اللي هوا يخرج برا اللمون تماما اهو كده وبعدين بربطه من الاخر خالص اهو تمام وببتدي ان انا تاني افرده فهو عليكم دلوقتي وانا بافرده اهو انا ربطت اهو من الاخر خالص والكيلو والنص دول عملوا معايا كيسين بس خلاص اعملهم كده في بعض وبعدين ربطتهم من الاخر كده وفردتهم تاني في الكيس بنحطهم اهو فوق بعض كده في الفريزر في الفريزر طبعا بيعيش عمره اطول من التلاجة فلاص اهو كده بحطه بقى في الفريزر وبخرجه وقت ما انا عايزة لمونة لمونة اه فبلاقيها زي ما هي زي كأنها طازة اهو ده كده شكل ما باخدش مساحة ابدا في الفريزر غير بقى طريقة البرتمانات اللي هو بنحط اللمون جوه البرتمان اه بنتفسه كده جوه البرتمان فدي بتاخد برتمانات كتير ومساحة كبيرة ان شاء الله اتقربوا طريقة دي وتعجبوا قدير رأيك فيها ايه باي باي